مرحبا تريد شركة القطارات الألمانية دويتشابان المملوكة للدولة توظيف 25 ألف شخص هذا العام لمزيد من التفاصيل حول الوظائف المطلوبة تابعوا الفيديو للنهاية أدى نقص الموظفين والإجازات المرضية في دويتشابان إلى تأخير وإلغاء العديد من القطارات في الأسابيع والأشهر الأخيرة وعلى الرغم من أن شركة القطارات الألمانية قامت بتعيين 28 ألف موظف جديد في عام 2022 إلى أن معدلات الالتزام بالمواعيد انخفضت إلى مستوى تاريخي حيث أن حوالي 35% من قطارات المسافات الطويلة لم تصل إلى وجهتها في الوقت المحدد العام الماضي أي وصلت متأخرة لهذا السبب تخطط شركة دويتشابان مرة أخرى لتعيين حوالي 25 ألف موظف جديد هذا العام 2023 حيث قال ماتين زايلة مدير الموارد البشرية للشركة نحتاج إلى عشرات الآلاف من الزملاء الجدد لمواجهة التحديات في دويتشابان مع العلم أنه يعمل حاليا في شركة القطارات الألمانية حوالي 200 ألف شخص أي ما يقارب عدد سكان مدينة متوسطة في ألمانيا ولكن الشركة ترغب بتعيين المزيد من الموظفين بهدف تحسين الجودة التشغيلية ومضاعفة عدد الركاب وإجراء تجديد عام للبنية التحتية المتداعية جزئيا أهم فرص العمل المطلوبة تريد شركة القطارات الألمانية تعيين 5500 متدرب لعمل أوس بيلدونج تدريب مهني لديها براتب يتراوح من 1000 إلى 1200 شهريا وتريد الشركة أيضا توظيف 4200 متخصص في صيانة العربات والسكك الحديدية بالإضافة إلى 3000 شخص لمشاريع البناء والإشراف على أعمال البناء و200 موظف في خدمة القطار مثل موظفي خدمة العملاء ومضيفات القطار وقادة القطارات ويمكن للمضيف أن يتطور مع الوقت إلى مدير قطار أو قائد قطار وسيتم أيضا توظيف 2100 سائق قطار و2000 متخصص في تكنولوجيا المعلومات و1600 مرسل أو منظم حركة مرور أي الموظفين المسؤولين عن توجيه القطارات والموافقة على الرحلات في نقاط التشغيل المخصصة للتقديم على الوظائف المتاحة حسب مكان السكن يمكنكم زيارة الرابط في أول تعليق أسفل الفيديو الموقع متوفر باللغة الإنجليزية أيضا شكرا لكرم المتابعة والإصغاء وإلى اللقاء في فيديو قادم اشتركوا في القناة